نعم يارا منذ ساعات الصباح والليلة الماضية استمرت عمليات القصف الإسرائيل سوء كان عمليات القصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية أو حتى المدفعية الإسرائيلية والدبابات الإسرائيلية المتواجدة في كثير من المناطق وأطراف مدينة غزة وشمال القطاع أيضا كان هناك سلسلة من عمليات الاستهداف لتجمعات من المواطنين تحديدا قرب معبر كارني في حي الشجعية شرق مدينة غزة هذا الاستهداف لتجمعات المواطنين أدى حتى هذه اللحظة لارتقاء أكثر من ثمانية من الشهداء إضافة إلى العشرات من الإصابات التي تم نقلها إلى المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة مع العلم أن هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى لازال يتواجد في تلك المنطقة منطقة كارني أو ما تعرف منطقة المنطقة الصناعية في الحدود الشرقية وفي المناطق الشرقية لمدينة غزة وأيضا حتى هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات قصص المنازل المحيطة لمجمع الشفاء الطبي إضافة إلى حرق العشرات من المنازل في محيط المستشفى أيضا تزامن ذلك عمليات قصص مدفع عشوائي وإطلاق نار من الأليات في مدينة غزة في تلك المنطقة تحديدا مقيم الشاطئ كان هناك استهداف لعدد من المنازل حيث قامت الطائرات الحربية باستهداف نحو أربع منازل في منطقة الشاطئ وعلى مقربة من مسجد السوسي في مقيم الشاطئ إضافة إلى منطقة أو شارع الثورة القريب من السفر المصرية كان هناك استهداف منزل في تلك المنطقة وبكل الأحوال كل المنازل أغلب أو معظم المنازل التي تتم استهداف من قرب الطائرات الحربية تكون مأخولة بالسكان كما جرى لعالس النونو في حي في مدينة غزة تحديدا حيث قامت الطائرات الحربية أيضا باستهداف هذا المنزل الاستهداف المنزل أدى إلى ارتقاء نحو ثلاثة من الشهداء وصبت عدد آخر من الجرحة وربما حصيلة الشهداء مرشحة للزيادة في ظل عمليات القصف المدفعي والقصف من قبل الطائرات المصيرة وأيضا هناك كيانة استهدافات لإمارات سكنية مهولة في السكان تحديدا على قرب من مسترق العائلات وحتى هذه اللحظة لا تزال المناشدات من صليب الأحمر والجهاز تامر فقط دعنا نصلت الضوء على نقطة مهمة جدا وهي اعتدنا عليها من جيش الاحتلال بأنه يتم إخبار السكان المتواجدين في منطقة ما بالنزوح إلى منطقة أخرى على أساس أنها آمنة ثم يتم قصف هذه المنطقة وهذا ما حصل مع منطقة المواصل واستهداف خيمة للنازحين بالفعل أيارة دائما الجيش الإسرائيلي يدعي على سبيل المثال خلال الأيام الماضية والنحوة العشر الأيام الماضية تحديدا عندما قامت القوات الإسرائيلية بالتوكل البري واقتحام مجمع الشفاء الطبي من جديد في المناطق الغربية لمدينة غزة قام الجيش الإسرائيلي باعتقال المئات من المواطنين الذين كانوا يتواجدون داخل مجمع الشفاء الطبي وكذلك المنازل المحيطة لهذا المستشفى وأيضا قام بنقل عدد كبير من النساء والأطفال والشيوخ وكبر السن والأطفال إلى المناطق عن طريق شارع الرشيد البحر إلى منطق الدر البلح والمواصل باعتبار أن تلك المناطق مناطق آمنة وإنسانية وحتى هذه اللحظة هناك استمع وشاهدنا عدد كبير من المواطنين الذين وثقوا شهاداتهم وقالوا أن طائرات الكوات كاتر التي قامت عملية بمكبرات الصوت بدرورة الخروج من منازلهم في محيط المستشفى الشفاء وكذلك حي الرمال والمناطق القريبة لهذا المستشفى للوصول إلى تلك المناطق لتفاجأ حقيقة من أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تستهدف خيام للنازحين في تلك المناطق جرى قبل ساعات من الآن عائلة المدهون التي كانت نازحة في تلك المناطق منطقة المواصفة خان يونس وتم قصف هذه الخيمة ما أدى للاشتقاء عدد من الشهداء من عائلة المدهون وغيرها من الإصابات وأيضا تقلت أو عمليات القصف الإسرائيلي عندما يتم استهداف منطقة كهذه مليئة بعدد كبير من النازحين جاءوا من كافة مناطق قطاع غزة من مدينة غزة من محافظة الشمال بيت لاهية من جباليا وتخيل يرى عمليات النزوحة المستمرة والكبيرة التي عايشتها الأسرة الفلسطينية الواحدة في قطاع غزة وفي الآخر المطاف للأسف بعد محاولات كثيرة من النزوح والتنقل من منطقة لمنطقة باعتبارها منطقة آمنة يتفاجأ المواطنون بأن الطائرات الحربية يدم استهداف تلك الخيام النازحة المسترد أن تكون في المناطق الآمنة وكثيرا ما شاهدنا خلال الأيام الماضية بيتقدم للآليات الإسرائيلية والذبابات وقوات الجيش الإسرائيلي في منطقة المواصل والمناطق التي تكون يتواجد بها عدد كبير من النازحين والذين يعيشون في خيام لا تقيهم حرارة الصيف والأمطار وأيضا لا تحميهم من الشظايا المتناسرة من السواريخ والطلقات النارية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في تركب المناطق الآن نحن نعيش حاليا في شمال قطاع غزة الناس كانت تذهب وتنزح من المناطق الشرقية التي كانت تتعرض للقصف الإسرائيلي سواء كان من المدفعية أو حتى التوخل البري على سبيل المثال كما جرى في حي الزيتون في حي الشجاعية في حي السفح وانترج ومنطقة الشعف وغيرها من المناطق ثم انتقلت إلى الغرب ومن ثم يتفاجأ أن الجيش الإسرائيلي يستهدف المنازل على أستثنية في المناطق الغربية ومناطق مركز الإيواء والمدارس التابعة لمكالة غوث وتشفين النجئين وحتى المستشفيات وبالتالي لا يوجد أي مكان آن الحقيقة هنا في قطاع غزة بمحافظته الخمس إسرائيل تريد أن تؤثر أو تقول للمواطنين الفلسطينيين عليكم أن تواجهوا حركة حماس التي امتنعت عن إضرام اتفاقيات أو التوصل للهدن هذا ما يريده الجيش الإسرائيلي وحكومة الاحتلال الإسرائيلي ولكن أنت تعلم أن المواطنين هنا في شمال قطاع غزة وفي مدينة غزة هناك المئات من الألاف من الشهداء والألاف الآخرين من المفهودين وهناك صعوبة في الحصول على الطعام والشراب والناس حقيقة تعيش وضع سيء جدا إلى متى يرساء الكثير من الناس تستمر هذه الحرب الإسرائيلية إلى متى يستمر بسماع الأخبار الحزينة المحزنة وارتقاء شهيد تلوى الآخر سواء من الأسرة أو أسراد الأسرة أو الأقارب أو غيرهم لأن كثير من الأسرة الفلسطينية حقيقة هنا في غزة قد مسحت من السجل المدني بشكل كامل بسعر التواريخ الإسرائيلية ودائما الفلسطين هنا على أمن أن تنتهي هذه الحرب الإسرائيلية حرب إبادة الشعب الفلسطيني والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار كانت هناك حقيقة شعر المواطنون في شمال قطع غزة تحديدا وركز على مدينة غزة والشمال خلال الأيام الماضية وبعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق نار ثوري في قطع غزة كانت هناك بطيس أمل تشكل لدى كثير من الفلسطينيين هنا ولكن سرعان ما تناشى هذا البطيس الأمل في ظن استمرارية الغارات الإسرائيلية يارى وعدد كبير جدا من الشهداء والعالقين والمحاصرين حتى هذه اللحظة لا يزالوا يتواجدون في محيط المنازل في مجمع الشفاة الطب لا استمع الآن ربما استمع تيارة غارة إسرائيلية جديدة غارة أخرى في المناطق الجنوبية لحي الزيتون تحديدا في محيط دوار الكويت والمناطق الغربية لحي تل الهوى منطقة الشخايتين وبالمناسبة الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية نصب أجهزة وتربطها بالأقمار الصناعية من أجل زيادة المراقبة ولاحظي كل مرة هناك صعوبة في الاتصالات وهناك صعوبة في التواصل وخدمات الإنترنت في كافة محافظات قطاع غزة ودحديدا في شمال أشكرك تامر شكرا جزيلا لك من مدينة غزة تامر دلول مراسل على الغد